بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ربي أعطيكم ألف عافية جميعا طلابنا حبايبنا اليوم إن شاء الله وعلى بركة الله رح نستكمل معكم فيما يخص اللايبي دات بعد ما احنا خلصنا معكم الحموض الدهنية وتركيبها والدهون الثلاثية وتركيبها وكيف تتكون اللي هو سواء الحموض الدهنية قلنا لك من مجموعة كربوكسيل مرتبطة بسلسلة هيدروكربونية إما بتكون مشبعة أو غير مشبعة إذا كانت مشبعة بكون أنا عندي رابطة أحادية إذا كانت غير مشبعة بكون عندنا رابطة إيش ثنائية بعدين أعطيناك الدهون الثلاثية وقلنا لك أي دهن ثلاثي يتركب من تركيبين أول إشي قلنا لك جزيئي قليسارول مرتبط معه ثلاث أحماض إيش دهنية وفهمتك إنه رح تتكون عندنا رابطة إستيرية ورح يتم نزع ثلاث جزيئات ما ورح تتكون عندنا ثلاث إيش يا أستاذي ثلاث روابط إستيرية وقلنا لك يا أستاذي مثال على الإستيرويدات إما بتكون مشبعة أو غير مشبعة وفهمتك إذا كانت أحد السلاسل أحادية كاملات أحادية ثلاث حمود دهنية بيكون أنا عندي مشبعة إذا كان عندي واحدة فيها رابطة ثنائية بتقولي هذا دهن ثلاثي إيش ماله غير مشبعة اليوم إن شاء الله رح نبلش معكم بآخر موضوعين اللي هما فيما يخص اللايبيدات اللي هي اللايبيدات المفسفرة وأيضا الإستيرويدات طيب تعالوا معي ركزوا فيما يخص من اللايبيدات المفسفرة أستاذ الله يرضى لي أنا فهمتك إنه الدهن الثلاثي يتركب من مجموعة كاربوكسيل مرتبطة مع ثلاث أحماض دهنية صح؟ طيب ممتاز لما نأجي أقول لك اللايبيد مفسفر اللايبيد المفسفر يتكون من جزيء من الإقليسرول مرتبط مع مجموعة فوسفات وقديش حمل دهن الثنين إحنا قلنا لك الدهن الثلاثي جزيء إقليسرول واحد مرتبط فيه ثلاث أحماض دهنية ما فيه إيش مجموعة فوسفات ولكن اللايبيد المفسفر يتكون من جزيء إقليسرول مرتبط مع هذا الجزيء اللي هو مجموعة فوسفات وقديش حمل دهني اتنين مش ثلاث تمام شباب؟ طيب تعالوا نيجي لهون بشكل سريع نيجي لللايبيدات المفسفرة إيش المقصود فيها؟ هي لايبيدات تتكون من جزيء إقليسرول مرتبط هذا الجزيء بمجموعة مين حبايبي؟ بمجموعة فوسفات أوكي عراص وعيني طيب أنا مطالب أعرف شو نوع الرابطة اللي بيرتبط فيها جزيء إقليسرول مع مجموعة الفوسفات؟ لا هي رابطة كيميائية أو رابطة تساهمية وبس تمام مش مطالب ولكن أنا مطالب أعرف شو نوع الرابطة اللي بتتكون ما بين جزيء إقليسرول والحمض إيش الدهني اللي هي رابطة إيش قلنا لك؟ إستيرية تمام؟ أوكي طيب نكمل فيتشكل هسا لمن يرتبطن هدول الاتنين مع بعض رح يتشكل عنا إيش منسميه رأس محب للماء محب للماء إذن قطبي يعني بيدوب في الماء تمام شباب؟ ورح يتكون عنا بنفس الوقت الحمضين الدهنيات بنسميه كارهين للماء وبكونوا على شكل طبقة مزدوجة موجودة في الغشاء مع جزيء الإقليسرول هذول اثنين مع بعض بكونوا رأس محب للماء وفي الوقت نفسه يرتبط جزيء الإقليسرول بجزئين من الحموض الدهنية فيتشكل ذيلين كارهين للماء وإنت بدك تكون مثبت عندك قاعدة أي حمض دهني يا بدي يكون مشبع يا غير مشبع حسب ما بعطيك السؤال بدك تكون فاهم إذا كان الرابطة السلسلة هيدروكربينية وحادية بتقول لي هذا لا يبيد مفسفر إيش ما له مشبع وإذا كان عندي رابطة ثنائية بتقول لي هذا لا يبيد مفسفر إيش ما له شباب غير مشبع طيب نكمل وين بكون موجود في الغشاء البلازمي؟ يحتوي الغشاء البلازمي على طبقة مزدوجة من اللايبيدات المفسفرة تترتب في صفين متقابلين وفيها تتقابل الرؤوس القطبية وفي حين تتباعد إيش الديول الكارهة الماء تعال اطلع لي على هاي الرسمة هاي الرسمة ممكن يجيب لك يا بالامتحان الوزاري كل شي وارد للوزارة كل إيش يوارد أنا بفضل الله في المراجعة في كل موضوع حاط لك كل صغيرة وكبيرة فيما يخص من الدرس يعني سائلك عكل تفصيل بالدرس عشان انت تثبت مية بالمليون تعال اطلع معاي هسون أستاذي أنا عندي هاي الخلية شايفينها؟ سبحان الله هاي الخلية طيب ممتاز الخلية هاي شباب أنا عندي هذا الزلم المحترم الغشاء مين؟ الغشاء البلازمي إذن هذا الغشاء مين؟ البلازمي طيب ممتاز زي ما انت بتلاحظ يتكون من رأس وإيش وذيلين وعنا رأس وذيلين طبقة مزدوجة الرؤوس زي ما انت شايف هون بتكون محبة للماء والذيول جاية وين في الوسط جاية وين في الوسط فدائما أنا مطالب أعرف انه خلينا نقول الرؤوس الموجودة عندك زي ما انت شايف بتكون باتجاه الخارج والذيول جاية وين في الوسط تمام؟ فهي يمكبر لي الصورة زي ما انت شايف هاي رأس وعنا ذيلين والسادي هيك سبحان الله تركيب مين؟ تركيب الغشاء البلازمي اللي عندنا طيب أنا بدي أعرف انه الغشاء البلازمي هي عبارة عن لايبيدات وشو نوع اللايبيدات الموجودة في الغشاء البلازمي؟ تيجي بتقول لي دهن ثلاثي أو حمد دهني دير بالك بتقول لي لايبيد مفسفر طيب تعالي يجي لهاي الرسمة رسمة رسمة رح أدرسك ياه هاي إذن أنا فهمت كيف تترتب الرؤوس والذيول طيب تعالي تطلع على تركيب اللايبيد المفسفر يتركب بالرأس المحب ماء من إيش يتركب هذا؟ يتركب من مجموعة فوسفات مرتبطة مع جزائق لسغولف مطالب أحفظهم زي اسمي هذا من سميه رأس محب للماء الذيول الكريل الماء عنا اللي هي حمضين دهنيات تمام؟ تمام هاي خلصنا من الرسمة هاي فهاي حفظ وهاي حفظ وهاي هاي أنا من نجيها كمان حفظ حاط لك عليها أسئلة تعال لو جاب لك هذا رأس وذيولين باجي بقوله رأس محب للماء وذيولين كارهين للماء تيجي بتقول لي هذا لايبيد مفسفر صعب؟ أوكي صعب اللايبيدات المفسفرة؟ طيب خلينا نكمل يلا بقول لي هون لماذا تتجي الضيول الكارهة أو الحموض الدهنية إلى الداخل الغشاء البلازمي لأنها كارهة للماء وآخر معلومات سرحة أشرحها بتفصيل لا تمر المواد الذائبة في الماء بسهولة عبر الغشاء البلازمي ليش؟ لأنه أنا في عندي ذيول كارهة للماء غير قطبية ما بتذوف الماء يقع في وسط الخلية شو وظيفتها؟ يعيق مرور المواد ما ينظم إيش؟ حركة المواد بينها وداخل الخلية وخارجها يعني مين؟ مين بينظم دخول المواد للخلية وخروج المواد من الخلية الغشاء البلازم تمام؟ عن طريق الضيول الكارهة الماء طيب تعالوا هون خلينا أفهمكم هاي كيف تكونت عنا أو كيف تكون اللايبيد من اللايبيد المفسفر تعالوا اطلع معي باجي هون اللي هي لمين شباب إيش من سمين اللايبيدات مفسفرة بدي عرف من إيش بتتركب وكيف تكونت هاي اللايبيدات يعني بتختلف عن تركيب الحمض والدوني بتيجي بتقولي أنا عندي هاي رقم ثلاث اللي هي اللايبيدات المفسفرة طيب تعالوا خلينا نفهم هاي اللايبيدات المفسفرة وكيف بتتكون ومن إيش بتتكون شباب طيب تعالوا اطلع معي أنا مطالب أعرف إنه أي اللايبيد مفسفر يتركب من إيش يلا حبايبي يتركب من شغلتين تعالوا اطلع ها هاي هون وهي هون هدولا بدك تحفظ ضيان زي اسمك بتقولي من جزي جزي جليسارول زائد مرتبط معا مين طبعا هون جزي جليسارول زائد مين شباب زائد اللي هو مجموعة فوسفات تمام هدول بدك تحفظ ضيان زي اسمك أنا قبل شوي لما أعطيتك الحمض أو دوني الثلاثي تعالوا اطلع أو الحصة الماضية لما أعطيتك الدوني الثلاثي قلت لك يا أستاذي إنه يتركب من جزي جليسارول واحد خلص جزي واحد من جليسارول تعالوا اطلع هون جزي جليسارول مرتبط مع مجموعة فوسفات كيف يا أستاذي ابتيجي بتقولي أنا والله يا أستاذ أنس أنا عندي هاي كربوني وهاي كربوني وهاي كربوني وهاي كربوني وعندي أنا هون هاي الأو أتش وعندي أو أتش وعندي أيضا أو أتش وعندي بالإضافة لهايدروجين هايدروجين وعندي هايدروجين أوكي وعندي أيضا هايدروجين طيب وعننا هايدروجين بدي افهم انه بيرتبط مع مجموعة مين مجموعة فوسفات هيا بي دابل بويند او واكسجيني 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 هاي مين هي مجموعة الفوسفات يعني اختلف الشكل طيب ممتاز طيب هذا بيرتبط مع مين بترتبط مع قديش حمض دهني مع ثلاث او عذرا مع قديش مع حمضين دهنيات دير بالك مع اثنين من الحموض ايش الدهنية وانا فاهم يا استاذ انه اي حمض دهني يتكون من هاي مجموعة الكاربوكسيل اوكي هاي او اتش وعننا السلسلة الهايدروكربونية وعندي كذلك الامر مجموعة الكاربوكسيل هاي هال او اتش والسلسلة الهايدروكربونية تمام اوكي طيب هسا السؤال القوي كيف بيرتبط لتنين هدول مع هدول تعال اطلع يا حبيبي خليني افهمك يلا كيف بده يرتبطه مع بعض تيجي بتقول لي يا استاذ انا عندي جزي اقليسارول اقلي اقليسارول تمام اوكي فانا عندي جزي اقليسارول طيب انا عندي هسا هون جزي اقليسارول تمام مرتبط معا مين زائد مجموعة فوسفات خليك صاحي اوكي استاذ طيب تعال اطلع معنا انا عندي الآن كربوني وعندي كربونتين وعندي هاي ثلاث هاي جزي اقليسارول وعندي هون او اتش وعندي هون هاي او اتش كذلك الامر وعندي هون او اتش طيب اوكي هاي او اتش وعننا هون كذلك الامر او اتش وعندي هاي الهايدروجين هايدروجين هايدروجين وعندنا الهايدروجين تعال اطلب مجموعة الفوسفات هايها مرتبطة مع مين هون بتقول لي بي دابل بويند او اكسجيني 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 هاي اللي هي مجموعة مجموعة فوسفات اوكي وهذا جزئي غليسرون طيب هس السؤالي القوي انا قديش عندي حمض دونيا هاي الحمض دونيا عندي كربوني وعندي ال more douxs وال starch او وعندي كذلك الامر ال more douxs東لام الخليك صاحي هون استاذ وعندي double point E وعندي سلسلة هيدرو كربونية يمكن سلسلة هيدرو كربونية طبعا انت فاهم انه اكيد هذا ايش حمض دهني اوكي هسا ورح اخذ من هون ايش الهايدروجين ورح انزع جزي ايش اتش تو او ورح تتكون رابطة ايش قلنا استيرية شنوع الرابطة استيرية اوكي طيب كذلك الامر رح اخذ او اتش من هون ومن هون هايدروجين ورح كذلك الامر اكون انا رابطة استيرية هاي اتش تو او ورابطة استيرية طيب انا عندي قداش حمض دهني اتنين ولا ثلاثين عشان هيك سميناه لايبيد موفسفر. تمام تمام ملخص هي العملية. لو سألني قديش جزء غليسرول. تيجي بتقولي والله يا استاد انس انا قديش عندي جزء غليسرول. اكيد عندنا واحد. طيب ممتاز. قديش انا عندي مجموعة فوسفات في لايبيد موفسفر واحد انا بحكي. كمان عندي مجموعة فوسفات واحدة. طيب ممتاز. قديش انا عندي اتشتو او منزوع يلا قديش اتشتو او منزوع بتيجي بتقولي والله يستاذي اثنين ممتاز وقديش انا عندي رابطة هادول بديك تحفظي اياها زي اسمك استيرية بتيجي تقولي الروابط الاستيرية عندي رابطين طيب وقديش حموض دهني تيجي بتقولي والله الحموض الدهنية يا أستاذ قديش كمان اثنين تمام طيب كيف يجيك السؤال هاي نبدأ أكتب لك سؤال يلا سؤال السؤال ممكن يجيك يا أستاذ في الامتحان الوزاري بقول لي مثلا ما عدد كل من واحد خلينا نقول مجموعة فوسفات اثنين جزيء قليصرول ثلاث خلينا أكتبهم كل هين حمض دهني أربعة اه من زو وعندي خمسة رابطة استرية طيب ما عدد كل من هدول في ايش فيها طلع علي في خمس لايبيدات مفسفرة في قديش في خمس لايبيدات مفسفرة يا الله حبيب أنا عندي خمس لايبيدات مفسفرة أنت المفروض فيه عارف وحافظ أن الجزيء الواحد أو الليبيد المفسفر واحد في مجموعة فوسفات واحدة مجموعة غليسرول واحد عندي اتشتقو اتنين رابط استرية اتنين وحمد دهني قديش اتنين طيب تعال قديش عندي مجموعة فوسفات أو مجموعة فوسفات هاي هون مجموعة الفوسفات هاي فوسفات قديش أنا عندي مجموعة فوسفات يلا مين بيجاوبني في خمس في خمس مين في خمس ايش في خمس لايبيدات مفسفرة أنا فاهم مجموعة فوسفات عندي وحدة في لايبيد المفسفرة لما يكون خمسة راح يكون لإجابة قديش خمسة ممتص تعال هون قديش جزيء يقنصرول أنا فاهم عندي في لايبيد المفسفر فالإجابة أنا عندي هون خمسة فأجاوبه خمسة طيب قديش أنا عندي حمل ضهني حمل ضهني أنا فاهم إنه قديش اتنين فبتقولي خمسة يدر ضرب اتنين الإجابة قديش عشرة قديش أتشتؤو منزوع كمان اتنين فبتقولي خمسة ضرب اتنين فبتقولي كذلك الأمر عشرة وقديش رابط استيرية فالإجابة راح تكون عشرة تمام يعني هذا السؤال كيف ممكن يجيب لك على اللايبيدات من المفسفرة تمام شباب هيك بنكون إحنا خلصنا من اللايبيدات المفسفرة يلا نروح على آخر إيشي شباب اللي هي الاستيرويدات آخر تصنيف عندي في اللايبيدات اللي هي من الاستيرويدات وركز معي وجابوا عليها سؤال بالامتحان من الوزاري وزي ما قلت لك إحنا فعليا اللايبيدات جابوا عليها ثلاث أسئلة من سؤالين لثلاث أسئلة فعليا إيجا إحنا ثلاث إيش أسئلة وزاريات يعني أنت توقع يجيك على اللايبيدات ثلاث أسئلة ثلاث دوائر هذول الثلاث دوائر هيقديش ثلاثة بأربعة هاي اطناعشر علامة تمام اوكي سهلات وبسطات خليوا بالجيبه شباب طيب تعالوا ها السؤال للإسترويدات يلا الإسترويدات شباب يلا شو يعني استرويد هي عبارة عن لايبيدات ولكن تركيبها بيختلف عن الدهون الثلاثية وعن اللايبيدات المفسفرة وعن ايضا مين الحمض الدهوني هذولا تركيبهم خاص فيهم الإسترويدات هي لايبيدات اوكي هاي اللايبيدات تتكون من اربع مجموعات كيميائية حلقية ملتحمة وهي اللي هي ثلاث منها سداسية ووحد وخماسية تعالوا طلع شكل مميز انا بدي احفظه زي ما هو موجود هون عندي هاي الحلقة او المجموعة الاولى هاي اي وعندي بي وعندي سي وعندي دي ركز معي اي وبي وسي هي عبارة عن ايش حلقات سداسية حلقات شمالها سداسية الا مين الا دي اللي هي حلقة ايش خماسية وهاي مرتبطة مع مجموعة كيميائية فاحنا منميز الاسترويدات عن بعض من مين بالمجموعة الكيميائية تميز الاسترويدات تمام شباب اوكي مية بالمية تعال نرجع لهم اذا انا قلت لك ثلاث سداسية ووحدة خماسية ع راس وعيني اضافة الى مجموعة كيميائية ترتبط بالحلقة مين الرابعة انت مطالب تعرف ان المجموعة الكيميائية مرتبطة على اي حلقة طبعا ترتيبهم هاي الحلقة الاولى هاي الثانية هاي الثالثة وهاي الحلقة مين الرابعة وين موجودة دائما المجموعة الكيميائية موجودة على الحلقة الخماسية تمام وتختلف من استرويد لمين لاخر طيب مثال على الاسترويدات عندنا الكولسترول شباب الكولسترول لا تفكر انت وين ما سمعت كلمة كولسترول النظر لا يا حبيبي انا فعليا الجسم بينتج الكولسترول طبيعيا من وين من الكبد انا بنتجي طبيعيا ولكن مشكلتنا في الكولسترول اذا انا رفعته ايش عن الحد الطبيعي يعني انا اكلت ايشي فيه كولسترول بكميات كبيرة هون رح يسوي عندي مشاكل في القلب وتصلوا في الشرايين تعال اطلع علي هاي المعلومات الملخص لك اياها اين يتم تصنيع الكولسترول يصنع في الكبد طبيعيا كيف يمكن الحصول عليه من ايش المصادر الغذائية الحيوانية ما اهمية الكولسترول يدخل في تركيب الاخشية الابلازمية الحيوانية كمان بالاضافة انه يدخل في تركيب الهرمونات الاسترويدية وفهمتك في البداية انه انا عندي هرمون الالدستيرون هو هرمون استرويدي هذا الزلم ايش وضيفته بنفرزه من الغد الكذرية في حال اذا كان عندي الضغط نازل هذا الهرمون بروح للكلية للوحدة الامبوبية الكلوية سواء البعيدة والقناة الجامعة وبيزيد اعادة انتصاص الصوديوم الماء فبيرتفع عنا مين السكر يعني بيعطيك ملح عشان يرفع او عذرا بيعطيك ملح عشان ترفع ايش الضغط مش السكر طيب تمام الذي يؤدي الى تنظيم عمل ايش الوحدة الامبوبية الكلوية وفهمتك كيف اذا الالدستيرون وعنا ايضا الكولسترول هدول منصنفهم للاسترويدات طيب تعال اتطلع هنسون بالرغم من اهمية الكولسترول فان مستوياته العالية في الدم ايش يؤدي الى مشاكل ايش هي هاي المشاكل راح يسوي عندك امراض القلب وامراض الاوعية الدموية مثل تصلب الشرائم تمام يعني ما بالدموخ الشكل تابعه مميز عنهم كلهم طيب خلينا نكمل بقولي اون وضح الفرق بين الدهون الثلاثية والاسترويدات من حيث التركيب يلا الدهون الثلاثية من جزيء غريسارول واحد مع ثلاث جزيئات من الحموض الدهنية بترتبط برواف تساهمية استرية تمام تمام بينما الاسترويدات تتكون من اربع مجموعات ثلاث منها سداسية واحدة خماسية والخماسية مرتبطة معها مجموعة ايش كيميائية تمام شباب اوكي طيب ممتاز هيك بنكون خلصنا الله يرضى عليكم مين اللي هي الايب او الاسترويدات بشكل عام طيب خلينا نيجي لمعلومة لانه حط لكم سؤال بالاسئلة الدرس بالوحدة عن القرش عن اسماك القرش طيب خلينا اقولكو والاخصلكو هاي الفقرة بكلمتين ركز معي اسماك القرش شباب عندي نوعين في اسماك قرش يعني من نفس النوع بس بعيشين في منطقتين في اسماك قرش بتعيش في اعماق البحار وفي اسماك قرش من نفس النوع بتعيش في المياه الضحلة يعني واحدة بتعيش في اعماق البحار وواحدة في المياه الضحلة طيب لما انجبوهم للعلماء اجوا يطلعوا على نسبة الدهون فيهم لاحظوا انه بتكون في قاع المحيط نسبة الدهون فيها عالية هاي واحد والكبد تبحهم بكون ايش كبير بينما الاسماك القرش اللي من نفس النوع اللي بتعيش في المياه الضحلة شو ما لها الكبد عندها اصغر وايش كمان نسبة الدهون اقل كمان هاي الكتلة العضلية جوه جسمه اللي بعيش في المحيط ايش ما لها اقل ولكن الكتلة العضلية اللي بتعيش في المياه الضحلة اكبر طيب ليش يا استاذي قارنوا بينهم لانه يا استاذي قل لك هون انه اسماك القرش اللي بتعيش في اعماق المحيطات بيكون عندها الكبد اكبر وبتخزن كمية الدهون اكبر وهذا الاشي بساعدها على الطفو تمام بساعدها عمين على الطفو عشان هيك ما بتحتاج جهود عضلة عشان تسبح ليش لانه نسبة اللايبيدات فيها عالية بساعدها على الطفو بينما اللي بتعيش في الماء الضحل يا أستاذي شو خصتها هاي بكون عندها نسبة اللايبيدات قليلة عشان هيك بتكون الكتلة العضلية كبيرة فبدها قوة عضلية عشان تسبح تمام هيني أنا لخصتهم بكلمتين تعال طلع علي دور اللايبيدات في التكيف أسماك مين أسماك القرش تعال اطلع أوضع الله سبحانه وتعالى خصاص عدة في أسماك القرش طبعا أكيد ربنا أبدع بكل شي يعني سواء في الكائنات الحية الدقيقة أو الكائنات الحية سواء حيوانات أكيد ربنا أبدع في خلقه تمام بقول لي هسا من الإبداع في خلق ربنا في الكائنات الحية في أسماك القرش تعيش في أعماق بين البحار تساعدها عمين على الطفو طيب نسبة اللايبيدات في أكبادها بتكون عالية وقوة عضلاتها بتكون هون ككتلة أقلية أقل لأنه أنا قارنت لك بين اللي بتعيش في المحيط وبتعيش في المياه الضحلة وقد أشارت دراسات عديدة أن أكباد أسماك القرش التي تعيش في أعماق البحار أكبر حجما من من اللي بتعيش في مين في المياه الضحلة وأنه نسبة اللايبيدات فيها إيش أكبر وقدت لك إياه وفي سياق نفسه وجد العلماء نسبة الألياف العضلية في أجسام سمكة القرش أقل من اللي هي نسبتها في اللي بتعيش في مين في المياه الضحلة يعني في المياه الضحلة إيش أكبر اللي هي كإيش كألياف عضلية طيب آخر إيش إلى إيش توصلوا شباب انتهت نتائج الدراسات في هذا الشأن أن نسبة اللايبيدات المرتفعة تقلل كثافة أجسام اللي هو أسماك القرش ما يمكنها من الطفو والحفاظ على ارتفاع مناسب يعني هون بساعدها اللايبيدات على الطفو وارتفاع مناسب في الماء دون بذل أي مجهود إيش عضلي إيش أستاذي وهو ما يعد وسيلة لتقليل استهلاك الطاقة في بيئتها الفقيرة بالغناء تمام هذا الإشي أنا مطالب أعرفه أفهم طيب حاط لك سؤال يا أستاذي واجب بتحل أنها أكمل جدولة الآتين مقارنة بين أسماك القرش اللي بتعيش في الأعماق البحار ومن حيث الحجم الكبد ونسبة الألياف العضلية ما تأثير ارتفاع نسبة اللايبيدات على أجسماء القرش بتجاوبه وبتقول لي فسر تستطيع أسماك القرش إيش على الطفو طيب تعني جل ورقة العمل شباب هاي ورقة العمل عندي أول سؤال هذا هاي وموجود تحت تمام يعني هذا في خطأ مطبعي هو موجود عندكم بالدوسية لكن هذا السؤال الأول هاي و بالآخر صنف المركبين العضويين الآتيين إلا لا يبيد مفاسفر ودهن ثلاثي ركز معي هسا هذا لو سألتك دهن ثلاثي إيش مشبع ولا غير مشبع هاي جزيق ديسارول هاي ثلاثة أحمد دونية بتلاحظة أنا عندي رابط إيش هنا فبتقول لي دهن ثلاثي إيش مالو غير مشبع شايف كيف جايب لك السؤال هذا موجود عندكم بلا سينة فهاي ورقة العمل كمان بتحلوها بتبعتولي اياه على جروب الواتس أب أو على حساب خاص مشان أصحح معكم هيك يا شباب بنكون خلصنا معكم هاي الحصة إن شاء الله الحصة القادمة رح نبلش معكم بمين؟ بالحموض النووية بتمنى لكم كل التوفيق حبايبي وربي يعطيكم ألف ألف آفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة